لسه متكلم أنا وحمد دي ممكن قبل ما نخش على الهواء المباراة ما فيهاش فنيات كتيرة خالص أنا عندي قناعة من زمان قلت لك الكلام ده هنا من أول ما جوميز مسك قلت لك ده مضرب كويس جدا لكن يبقى في الأول الآخر إن زمالك داخل المطش كفته أقل شوية من النادي الأهلي فأنت مستني فنيات هتظهر من النادي الأهلي بشكل كويس مستني الدوافع مفروض تكون عند النادي الأهلي كبيرة جدا لكن المباراة ما كانش فيها فنيات كتيرة جدا لكن جوميز قدر يقفل ملعب بشكل كويس جدا قدر يعتمد على المساحات خد ريزك كبير جدا إن هو يلعب بنتائك خلي بالك دريقه موحي مكانش حد يتوقع الكلام ريزك وكسبه وكسب الريزك الريزك التاني اللي خده اللي أنا ما كنتش معاه فيه ومش عايزة قوله هو صح لأن المباراة برضو ما فيهاش في النادي كتير إن أنا دايما أفضل ألعب النادي الأهلي بدون جوا محمد شحطة في وسط الملعب لازم أقفل اللي عنكم بشكل كويس جدا يكون عندي اتنين ديفندرات بيعرفوا يفتكوا الكرة في نص ملعب بشكل كويس هو فكر بطاعة تانية هو فكر بطاعة تانية أنا عايز دايبة كويلا تطلع بالكرة بشكل سليم ويعتبر نجح فيها طبعا إن هو يصل التعادل ليك سأضرب الجزاء نجح فيها طب الزمالك كسب ليه؟ الزمالك كسب عشان اتخلق له دوافع كتيرة وجديدة قبل المباراة جديدة جديدة هو النهاردة الزمالك عارف من فترة إن هو هيلعب الأهلي في السوبر صحيح لكن ما كانش أحمد بلال طلع قال إن نادي الزمالك مايروحش ده نجبي كبير وكل كلمة محسوب عليه ممكن يا سيد سؤال الموضوع ده تكرر يعني حتى تكرر في حديث الجانبية بعيد عن الهوى كمان صحيح هو الزمالك كان مستني كابتر رحمة بلال يقول حاجة عشان يكسب يعني هالك كابتر رحمة بلال يكسب الزمالك وخاصة الأهلي برضو أنا أحس إن الموضوع بيكبر قوي عند الكبتر رحمة إن هو قال تصريح طفاقنا اختلفنا واختلفنا طبعا معاكين مش أي حاجة فيها تقليم من نادي الزمالك هيبقى حاجة مش مقبولة بس هل هو ده الحكاية كلها؟ هي جزء من حكاية ليه؟ لأن برضو إحنا بنتكلم وبقولك أي كلمة بتوصل بتوصل للعيبة وأسر اللعيبة ودائما اللعبة لما بتطلع في التلفزيون أحمد أقول لك لا أنا مش متابعة أوى أنا مليش في السوشال ميديا لا اللعبة كلها كدبة اللعبة كلها متابعة السوشال ميديا متابعة البرامج الرياضية عارفين القنوات عارفين المحللين كل كبيرة وصغيرة بتوصلهم وأكبر دليل شكبالة تلعب عدل ماتش قال لك الناس اللي انتقدتنا ردنا عليها فأصبح إن الكلام اللي بنقوله دلوقتي وأي تصريح بيطلع من نجم سواء أهل أو زملك أو واتفر أي نادي فده بيوصل للعيبة فأنت خلقت ده وفع كترة جدا وتوابحها زي ما احنا قلنا كده في جمهور بينصقوا رحمة بلال في جمهور بينصقوا ركريم ذكر لو قلت أي ترند اللي الناس تفرح به وانت عارف الناس بتحب نغمة الترندات فكان دافع كبير جدا لعبت الزمالك دوافع كترة جدا إن أغلب الناس ما كانتش بتوقع لهم ما يكسبوا فنيا والمستوى اللي كان ظهر بالزمالك قبل ما يقابل الأهل والأهل المستوى القوي جدا اللي كان بيقابل بالزمالك الصفقات اللي ما كانتش ترضي جمهور الزمالك أو على قد زي ما بيقولوا والنحية الثانية صفقات جبارة وشايفين لعبها كترة جدا وفي استقرار وفي بطولات فالكفة كلاك هيتراحها عند الناد الأهلي فده خلق ده وفع كترة جدا عند الناد الأهلي وأثر بالسلب أنا آسف خلق ده وفع للزمالك وأثر بالسلب على الأهلي أنا مش عايز أقول أثر بالسلب على الأهلي إيه لأن أحمد هيتكلم في النقطة دي لأن كان واضح أن المبرامة لا يجدعو بالفنية المبرامة كان توفيق من ربنا كان إصرار وعزيمة كان قلب بس